السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم ويرب دايما بخير ياريت في البداية كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وياريت من فضلكم تعملوا لايك للفيديو الفيديو النهاردة عن تفسير رؤية الرسائل اللي هي الخاصة بالهاتف او المسينجر او الواتساب ايه معناها ايه معنى ان انا اشوف ان حد ارسل لي رسالة على وسائل التواصل المعنى هنا حسب المحتوى نفسه يعني لو انا شفت انه الرسالة اللي جات لي دي فيها محتوى او ان انا قرأتها فهنا الرؤية بتعود على ناحية النص نفسه اذا كان النص ده مبشر او اذا كان فيه انذار او تحذير او خبر سعيد على حسب النص نفسه بتؤول طيب اذا كان الرسالة دي انا شعرت ان جات لي رسالة بس انا معرفش الرسالة دي كان محتوها ايه هي الرسالة اللي جات لي دي جات لي من حد معين اذا كان الحد ده صلة مقطوعة بي انا معرفش حاجة عنه او ان فيه خصام او مفرقة ما بيننا فده معنا ان فيه خبر حيجيلي من الشخص ده الفترة اللي جاية او بمعنى اصح ان الشخص ده حيتواصل معايا تاني اذا كنا متخصمين او مفترقين فده معناه انه صلة وتواصل ما بيننا مرة تانية او فيه اخبار حتجيلي بخصوص الشخص ده طيب لو الرسالة بقى اللي جات لي جات لي من حد بس الحد ده انا معرفوش هنا بيكون رمز لاسم الشخص يعني الرسالة دي انت شفت ان هي جايلك من مين من شخص اسمه ايه لان لو انا معرفش الشخص اللي ارسل لي انا شفت رسالة ارسلت لي من واحدة اسمها هبة من واحد اسمه صلاح من واحد اسمه ياسر بس انا معرفوش في الواقع فالرمز هنا بيعود على اسمه بيعود بنحية هبة او عطية من ربنا بيعود بنحية تيسير من الرحمن الفترة اللي جاية بيعود بنحية صلاح في امرك او قضاء حاجة ليك فعلى حسب اسم الشخص نفسه فالرسائل دي محمودة جدا الا اذا كان محتواها في شيء مخيف او اذا كان انه الكلمات بتاعتها فيها شيء حزين فيها خبر مش افضل حاجة في التوقيت ده انت لازم ان انت تستعيز ياريت ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وياريت تعملوا لايك للفيديو اترككم في رعاية وحفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله